موسيقى سؤال مهم قوي الناس بتسألوه هي ليه الخطيئة حلوة؟ وربنا بيقول لنا ما تعملوهاش بس هي حلوة السؤال ده صح؟ ولا في حاجة غلط هي الخطيئة حلوة؟ ولا بتبان حلوة؟ الخطيئة طعمها حلو؟ ولا هي من بره شكلها كده؟ لكن اللي دقها واختبرها أولها شكله حلو أولها حلو وأخرها مرارة مرارة إيه الحقيقة؟ خلينا نكون صرحة مع بعض في أي أشكال الخطيئة شكلها حلو من بره طعمها في الأول بيبان حلو لكن في الآخر مرة جدا مرة جدا بتسمم الحياة بتفسج الحياة بتنتزع السعادة من الإنسان بتحرم الإنسان من قدميته وأكتر من كده بتحرمه من أبوه السماوي من أصله من فصله من العلاقة العميقة مع ربنا بتعيشني في الظلمة بتعمي عناية بتحولني شيئاً فشيئاً من إنسان إلى وحش آدمي بتجدب 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 في الآخر بتبقى أنت كداب وبتبقى حياتك كدبة بتشتهي بتشتهي بتتحول حياتك إلى نجاسة وقذارة ودناءة وحيوانية في العلاقات الجنسية بتنتفخ وبتتكبر وبتتعالى وبتتعالى بتتحول في الآخر إلى ديناصور بتسحق الناس حواليك ومحدش هيقدر يحبك ولا حد هيقدر يتعامل معاك هتولي واحد عاش في الشر وسعيد هتولي واحد أدمن المخدرات أو الجنس أو حتى النات وسعيد ومكتفي وراضي هو بيقول ده أنا ده أنا في السماء ده أنا متهني يبديني واحد أعمل كده في الأول طعمها حلو لكن بتكتشف في الآخر أنها مرة جدا أنها سم أنها إفعوان طرحت كثيرين قتلى وكل جرحاها أقوياء لو خطيئة حلوة ليه ربني يحلمني منها هي ليس ما خطيئة لأن الإنسان أخطأ الهدف هي ممكن يبقى أب بيحبني ويحرمني من السعادة يعني الحب يعني هايزني سعيد يعني هايزني أسعد إنسان وأحسن إنسان في الدنيا الخطيئة لا بتسعد ولا بتخليك أحسن إنسان الخطيئة بتتعسك وبتجعلك أسوأ إنسان اشتركوا في القناة